تحتفي مملكة البحرين في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني المجيدة نعم ويستذكر البحرينيون بمزيد من الفخر والإكبار انطلاق مسيرة الإنجاز الشاملة التي أسس لها ميثاق العمل الوطني والذي جاء بإرادة ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأجمع عليه شعب مملكة البحرين وقد شكلت توقيع على وثيقة الميثاق انطلاقة لمسيرة الإنجازات التنموية والحضارية التي واكبت العهد الزاهر لجلالة الملك المفدة في شتى المجالات وحققت العديد من النجاحات والمكتسبات الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر